أيها الإخوة والأخوات من صيانة الأعراض أن نصون بناتنا ونساءنا أيضا أن نحافظ على بناتنا وعلى نسائنا ونتفقد أحوالهن ولا نتركهن لأقولهن التي يعبت بها الشيطان في كثير من الأحيان فالنساء ناقصات عقل ودين وعلينا أن نرى هي نساءنا وبناتنا وأخواتنا وأمهتنا فإنا مسؤولون عن ذلك قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأليكم نارا وقودوها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رأيته فحافظ على بناتك حافظ على نسائك حافظ على أخواتك حافظ على أمهاتك حافظوا يا أهل الإسلام على البنات لا تتركوا البنات يتبرجن ويمشين في الطرقات مخالفين أمر ربهن الأعلى إذن له قال ونهى عن التبرج قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله أني سأضعفات أياذا بالله من الشيطان الرجيم يستدرجهن الشيطان قال بعض أهل العلم في المروي عن ابن مسعود عن رسول الله وعن رسول الله المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان قالوا في معنى قوله استشرفها الشيطان يقول لها إنك لا تمر بأحد إلا أعجبتيه حافظوا على بناتكم لا تتركون البنات أخرجن متبرجات مجسمات لأجسامهن بضيق البناطيل وضيق الملابس العليا بل استرنا البنات حافظ أيها المسلم على عرضك بدل من أن تأتيك ابنتك بمصيبة كبرى حافظ عليها من البداية موسيقى